أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم يقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحمي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام كبير وضغب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوصلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنفهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدين برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعوا أأتقد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من جود من السماء وما كنتا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حصرة على العباب ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جناب من نقيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من صمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلح منه النهار فإذا هم مغربون والشمس تجري لمستقر لها ذلك فقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ملازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق التهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غلقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة بالله ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ألطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجذاف إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من فرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم دميع لدينا محضر فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَبَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِرُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ لَتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِصْ لَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نقطم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَدَّهُمْ يُنْصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنت محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعدنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَفَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُمْ قَالَ مَنْ يُحْرِي الْعِظَامَ وَهِيَ الرَّذِيمٌ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْوَشَأَهَا أَوَلَ مَرَّةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْطٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَلِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنُهُ تُنْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْرُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَدَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدٍ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن ونقى الإنسان علمه البيات الشمس والقمر بحسبات والنجو والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تقروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تقصروا الميزان والأرض رضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمار والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجار من بارج إستار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغلبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤف المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الدوار المشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار والحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالتهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنص ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيعخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين داد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الترف لم يطمثهم لإنص قبلهم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث من إنس قبله الغلاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام